نمزج أعصابنا ونقضى شوية عشان لو طلقت لك بالغلط كلنا همموت رد لبطف هلو ايه يا حج ايه يا تامر انت فين؟ لا يا راموني عند البيت وإيه اللي بيحصل حج بالزبط ما تفاهمني؟ مش هوها تراغي دلوقتي يا تامر يعني ايه؟ أنا بعتلك تذكر على الواد ساد تاخد بصبورك وتطلع على المطار أول ما توصل كلمني تطميني ما تفاهمني إيه اللي بيحصل يا لطفي أنا كده عملت اللي علاقة لطفي جيب دور عليك طب أنا في إيدي إيه أعمله لك بعد ما تدفقت مع زناتي سلمني زناتي سلمك زناتي أنا سلمك ابني يبقى أنا استفدت إيه؟ ده أنا عملت كل اللي أنا عملته ده عشان أحببني أنت ابنك ما يلزمنيش في حاجة ابنك سجنه اللي هيأخر وليقدم حاجة بالنسبالي لكن الرقابة اللي هيحلها رقابة زناتي تقول واجي عندي وصف سليم هسلمني زناتي هسلمك ابنك وعش تتأكد من جلامي هقولك نطلعوا زي براب بالأدين قبله بنضرب ضرب أدن قلت إيه؟ سليمي عنده حق من ساعة المصيبة اللي عملها تامر ابني وإحنا كل يوم بنتورط أكتر من اليوم اللي قبله والسلاح اللي في إيدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا من ليلة يخرجنا حاج؟ إنك بتتفق مع الباشا؟ أنا مش أول واحد يتفق يا زناتي وبعدين ما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشواط وصلنا لإيه اسمع كلام عمك الحج يا زناتي نحن من الاول اصلا مفيش بيننا عدام بس بعد اللي عمل ابن لطفي كلنا تصرفنا بوشمية واقولكم انا انا شمنا انا شمنا وبدل القتيل بقى اتنين وثلاثة واربعة ويعلم مين اللي جاي مش قادر يا صدقك يا حضرت الزبط ليه يا متر لانا جاي لحد عندك عشان شوف حل يردينها كلنا يا ريت بس ازاي؟ اعبد انت بحام كبير ويتفهم الكلام بسمعوا كلامي بعدين متر يحكم السلاح اللي احنا رفعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجة منزلوا سلاح يا حسين بيروت بيروت مالط لا انا مفهم حاجة ايه ده؟ بتقدر انت انا مش بكلمك ما بتردش عليها ليه؟ ما حصل حت دي انت رباها ده شاري؟ ما خطفوني وادوني في مكان غريب كده كانوا يختصبوني اه بس انا قاومت مالك عشان شاري انت عامل كده لايه؟ ايه تبص بقى انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتل حياتك من اول وجديد وبكرة تحصلني على بيروت ماشي يا عم؟ ماشي هذه فيه ايه؟ اسمع كلام اخوك؟ ماشي انا اخوك ولا ايه؟ واكتر من اخويا كمان يا تامر ماشي انا اخوك ماشي او اعشان كده لاخيانا لما تيجي من اخوك تبقى مراقب يا صاحبة عمري ما كنت أتخيل أن يوم ما توجع هتوجع من أقرابي من الناس دي عشان كده الوجع تماما يبقى جالي هو يا صحي ها! هي؟ ليه عملت في هيك جد أقرابي؟ ليه دا لأخوك؟ وأنا مش كنت بقول لك إن خايفة كل واحدي صفت بغباك خلتني الوحدة انت جاي تلعب بينا يا جدعي انت ولا ايه لا يا زناتي انا جاي اجيب لكم حل ردينا كلنا بالقانون القانون محتاج متهم علشان يحاكمه اسليم بيه موجود وده هنجيبه الليل ان شاء الله موتنا ده يخص تامر وتامر شوية هطلع برا البرد لحد ما الحكم يسقط عليه وانا اتفقد كده بالحاج جلوسي يفضل ايه يفضل كتير موت زياد يخص زناتي نعم اخويا انتو جايبيني هنا عشان تتفقوا علي ايه ايه ده يا زناتي ما تقول كلام يدخل العقل يا سليم بيه يا راي يا متر هو انا بقول حاجة غري الحقيقة بالزناتي اللي موت زياد ولا ايه اه انا اللي موته والبهاشروا كاتف كل حاجة انا ما ادريش يبعوني واولهم الحاج اللي جيت تفق معاك ده ومين ايه اللي انا عايزهم يبعوك يا زناتي اما ليه يعني؟ عادي لنا ادخل السجن الجماعة عشان ساعاتك تبسط وترتاح؟ لا يا زناتي احنا كلنا دلوقتي هنتفع على شهادة واحدة نقولها قدام النيابة اللي قاتل زياد هو المرحوم رفاعي ايه الجنان ده مرفع عيات الزياد ليه؟ استنى يا معالي النايب كامل اسلين بيه اقول متر فهمني هو لازمته ايه بقى حد تقزي فينا بسبب زياد مرفع عيشي لو برضو مش هتقزي عشان خلاص مات احنا زي ما جتناش الفكرة العبقرية المجلولة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض مفيش مرة احتفكرنا نحط يدنا في قدين بعض ونشوف حل ايه يا متر انت هتصدق اللي هلوصل اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي استنى ايه تقاني؟ لما تسلموني؟ ولا اسلمك ليه يا زناتي انا مهمينيش ميلي هتقل زياد انا يهميني الناس بتبراطي انا عارف اللي انت قتلت زياد اذا ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتايسو بس كل ده مهمينيش انا يهميني دلوقتي الناس بتحقي وأنا الكلام ده ما يدخلش زميتي بما ليه انا مقودتك دلوقتي والبهوات يشهدهم معي انك اتهجيمت علينا وأنا مقودتك دفاع عن النفس وانا مش اول ولياخر مرة يشهدوا ظهور يعني انتوا ايه؟ مش متفين مع بعض؟ نعم، متفين مع مين وقفية بالزبط اسمع زنادي انا عارف انكم متفين مع سليم تديروا الفيديو وارفاعي يشيل عضاية زياد ما حصلش؟ مش قد اكو الجاد عدا يلاعب بينا؟ انحكايا سليم بيه؟ الحكاية خلصت خلاصة لطفي ناسل سلاحك انت وهو تزيلوا سلاحكم ناسل سلاحك يا زنادي انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف بس انت كمان لازم تشوف انه مش زنادي اللي هروح عوانتك ولو حد فيك وقرب خطوة كمان هفرتك دماغ صحبك ان انت متفين مع عدا انت فاين؟ اللعبة خلصت خلاص يا زنادي وانت كده كده رايح ناسل سلاحك عشان نعرف نتكلم مش هروح لوحدي ولو كنت فاكرة انت هتلعبوها بأشيوات مع بعض وهيشيلها الامين للخلبان تبقى خلطات انا مش هروح لوحدي انت فاهم؟ ومش هخرق لوحدي لو هنخرق هنخرق كلنا يعني علاوة على اعدائي زنادي يا كاية خلاص ما فيهاش امين وظابط اللي غلط هيتحاسب ما انتو خمام بتغناطو ما حدش بيكو بتحاسم هو سليم ده حساباني فيه؟ اهدى يا زنادي اهدى عشان نعرف نتكلم ما دونيش يا انا مش مجنون اهدى يا زنادي خلينا نعرف نتكلم اهدى اكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه ولو موت دلوقتي ولا قتلني اهدى يا زنادي فيه ابتك قرأة المترجم للقناة 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 أصدقني 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 أرابب أصدقني أشري بي أنا مجرد مستشار قانوني وبحكم إن أنا محام ما أقدرش أطلع على أسرار موكلي برا أبدا طيب والشهادة الزور والتسطر على مجرم هربام العدالة وإخفاء الأدلة ما أعملت كل ده مش أنا أحمدني لإنباعتي الخير بس ربينا أخده مني أخد عشاني ربينا ما هو قولك في طوارة النائب تميم زهدي في الأمر أيها تميم كان معي خطوة بخطوة هوك أنا أدرايا بكل حاجة أنا من رأيي بقى تسيبك من كلام الموحمين ده عشان ينفعك بحاجة لا أقول حضرتك على كل الحاجة بكتب يا ابني يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا الميادة مبروك يا ابراهيم مبروك عليك الوراقة يا سليم بيه بتقليش الموضوع حصل الضابة خلاص خالص كلها كم يوم قد ليه في تكلبش تكلبش؟ تفاكي تكلبش يا سليم بيك انت بتضحك الحمد لله يا بيت كفية بس إن أنا تحرفت عليك الحمد لله خلي بالك من نفسك بنا يا ساعدة يا سليم بيه تنساش تبقى تعزمني في الفرح بتاعك الفرح إيه ده يبقى كله زبار شيف عزي مسجلين ربنا يا رب إيمانك فيك يا بيه مبروك تنساش تبقى تعال بغضم منه الله سمينك في المالك الحمد لله تنساش تبقى يا قلبي يا قلبي يا قلبي حبي لعلى سليم بكتنك ماشتوني يا رب زمي يا قلبي مwentوا حني المترجم للقناة 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 المترجم للقناة